احنا كلمنا على الشناوي لازم تكلم مع علي لطفي اللي خد برضو يمكن اخر مطشين تلاتة وظهر في المشهد طمنك حاسس انه علي لطفي علي جاهز في اي لحظة علي جاهز لو ما كانش خد المطش ده كنت هز على او انا كنت ناديت من بعد ما حسننا الدوري اه ان علي يلعب المطشخص تمام ولكن عشان الشناوي كان عايز يعمل رقم شخصي دي كاكتر حارس اه لعب انا اه كنت اتمنى ان علي يلعب عشان السيقة اول كرة في المباريات طلاق الجيش كانت اه كورنر اه طلعها العرب ببادر من على الخط اللي اتعملت وعلي طلع خط قررت وتلعبت موفقية وطلعها عرب ببادر من على المربا اه يبين لك قد ايه ان السيقة هربانة من علي انما هو كحارس لما لعب عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة شفت بقى رح مطلع انفراد والتاني وشوطة يعني ده لما دخل في الجيم ظهرت ظهرت امكانياته انما في الاول عشان هو قاعد بقاله فترة جديدة بتأثر يا كابتا نحن؟ طبعا بتخلي السيقة مش موجودة معاك عدم اللعب بيخلي السيقة مش موجودة وبيخليك مش قادر اه عارف اللي هو ايه حارس بيبقى اول كرتين كده خايف مرعوب يا رب ما تخش يجون اول كرتين بعد كده لما بياخد السيقة خلاص هو بيرجي على طبيعة بيرجي على طبيعة الناس بتنادي ان احنا نجيب حارس من اي حد طب انت لو دورت في مصر كلها هتلاقي حارس زي علي لطفي اشك انت اتجاوب كابتا اشك لا امكانيات علي لطفي في سنه لا علي لطفي موجود بس سواء المشكلة انه ما بلعبش فاحنا مش عايزين نظلمه نتجنى عليه طيب بالاضافة العلي في مشوش كتيرة جدا جات اه ظهرت في مطش الطلاع في يعني واحنا بنختم بنحتفل بالدرع الدوري كانت غايبة بقالها فترة سواء من ناشئين تصعدوا للمشاركة مع الفريق او كانت من لعبة اللي موجودة فرستين بس كانت غايبة عن المشاركة في البطولة بشكل كبير مين لفت نظرك مين كنت فرحانك شايفه في المرأة؟ طيب الاول عشان مظلمش اه مصطفى شوبير اه عايز اتكلم على شوبير اه ارفعه ارفعه شوبير شوبير اه الناس مش مش قلقة منه ومش خايفة منه في الوقت الحالي يعني انا بس اقول للناس والولد لسه صغير ارفعوا اديكو عن مصطفى ماتقرنوش مصطفى بوالده ارفعوا اديكو عن مصطفى مصطفى حالز جاني جدا لا لا مش هتحصل عارفش هتحصل ليه؟ طول ما مصطفى واقف على رجليه مش هتحصل مصطفى عشان نقارنو بكابتن شوبير يبقى لازم مصطفى يوزل خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سنة عشان نقارنو بكابتن شوبير يلعب نفس الفترة اللي لعبها كابتن شوبير عشان اقدر اقارنو بيه انا دلوقتي لو كنت بقارن محمد الشنووي بعصام الحضري بس ثواني بس انا ممكن اقارن الشنووي بالحضري يا فيش كده طبعا دلوقتي بعد ايه؟ بعد 4 سنين لعب ايه انما اول اول ما اتشن تلاته للشنووي مقدرش اقارنو بالحضري لما الشنووي كان قاعد احتياطي لشريف اكرامي ماكنش اقدر اقارن الشنووي بالحضري لانه ما لعبش نفس نفس فترته هو ده اللي أنا عايز أقوله ارفعوا ديكو عم مصطفى شيروا الضغوط اللي هو لاتجون كويس جدا جدا مباشر جدا جدا نتمنى له التوفيق بس اهدوا عليه